موسيقى العراق نزيف الدماء لم يكبح جماح الاحتجاجات عبد المهدي يلقي باللائمة على كل الحكومات السابقة منذ العام 2003 ويشترق البديل السهل السلس للاستقالة ومراقبون المماطلة السياسية تعمق الأزمة موسيقى بالتزامن مع عقوبات أمريكية جديدة على شخصيات مقربة من خامنه إيران تواصل مسلسل الابتزاز النووي برفع مستوى التخصيب بمنشأة فوردو النووية غضب أوروبي وماكرون إيران تنوي الانسحاب من الاتفاق النووي موسيقى 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 السلام عليكم ورحمة الله رفض رئيس الوزراء العراقي عدل عبد المهدي استقالة الحكومة دون وجود بديل وساقى عذارا عديدة لهذا الرفض فيما رأاه البعض تراجعا مبطنا عن الاستقالة فماذا سيحصل لو استقالت الحكومة؟ ثم رفض البرلمان هذه الاستقالة كما يقول أو حل البرلمان نفسه ستكون حكومة تصريف أعمال ولن تستطيع تنفيذ وتوقيع عقود ولا إنجاز مشروعات كما قال عبد المهدي الثلاثاء إن حكومة تصريف أعمال لن تمتلك الصلاحيات الكافية وباختصار قال أنه غير متمسك بالسلطة لكن لا استجابة لمطالب المحتجين دون بديل سريع وسلس وكذا حل الانتخابات المبكرة إذ كيف يمكن إجراؤها مع عدم وجود برلمان على صعيد آخر حذرت القوات المسلحة من الاستمرار بقطع الطرق وإغلاق الجسور وقالت إنها ستتعامل بحزم مع الأمر رغم تأكيدها السابق عدم وجود أوامر لديها لاستهداف المحتجين واستخدام القوة ضدهم فما هو سير تراجع عبد المهدي عن قرار الاستقالة هل من دور لإيران في ذلك وهل يجري تمهيد الأرضية أمام استخدام قوة أكبر ضد المحتجين نفتح النقاش بعد قليل تسير مطالب العراقيين المحتجين واستجابة الحكومة في خطين متوازيين لم يلتقيا حتى الآن ولا يبدو في القريب أن يلتقيا إذا لم ينحرف خط في مساره ليقترب من الآخر مطالب صحيحة ومحقة بحسب وصف رئيس الوزراء عادر عبد المهدي الذي أقر أيضا بالحاجة لإجراء تعديلات دستورية قد تصل إلى تغيير طبيعة النظام السياسي هذا النظام الذي تشكل العام 2003 بعد غزو العراق وقام على أساس ديني وطائفي يبدو أن إيران استغلته لترسيخ سلطتها في العراق وهذا ما جعل البعض يعتقد أن الاحتجاجات موجهة ضد النفوذ الإيراني كما وصفته صحيفة نيويورك تايمس الأمريكية إلا أن تداخل الملفات وتشابكها في العراق ربما هو ما قاد لهذا التحليل فالاحتجاجات الشعبية خرجت للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية وتوزيع عادل للثروة ولأن إيران وأتباعها قد أصبح لهم حضور سلطوي فلا غرابة أن تصل مطالب المحتجين لتنحيتهم بل وطردهم بر بر تطور جديد تمثل في مواقف أمريكية داعمة للمحتجين وحراكهم من السفارة الأمريكية ومن وزير الخارجية الأمريكي مايك بامبيو ورغم مطالبة العراق بعدم التدخل في شؤونه إلا أن هذا الطلب يبدو غير محق أو على الأقل لا يلقى اهتماما خارجيا طالما إيران تتدخل وقاسم سليماني يكرر الزيارات واللقاءات لاحتواء الاحتجاجات وطالما خامنئي يتدخل في شأن العراق فإن الرد على الحكومة العراقية يبدو سهلا حينما يقال لها أليست إيران دولة أجنبية بالنسبة للعراق؟ لماذا ترضون بتدخلاتها إذن؟ وحتى يصدر موقف حاسم من الحكومة العراقية يبدو أن سقف المطالب يرتفع كلما سقط قتيل في الاحتجاجات وارتفع أهلا بكم للنقاش في هذا الملف ينضم إلينا هنا في الأستوديو الكاتب والبحث السياسي الأستاذ عبدالله العتابي من بغداد ينضم إلينا الأكاديمي والبحث السياسي دكتور إحسان الشمري وأبدأ معه دكتور إحسان يعني ما سر هذا التراجع الملموس في لغة وتصريحات عادل عبد المهدي أنا مستقيل لا أتمسك بالسلطة ولكن لا بد من وجود بديل سلس وسهل كيف يمكن توفير هذا البديل وهو يقول أو ضد إجراء انتخابات منبكرة وأن ذلك غير ممكن من غير وجود برلمان ومع عدم وجود برلمان كيف يمكن تعديل مطلب قانون الانتخابات يعني هذه الدوائر المتداخلة والمعقدة كيف يمكن حلها شكرا لكم على استضافة حياتي لك ولضيفة كل المشاهدين قناتكم الكرام وفق الدستور ليس من صلاحيات من يريد الاستقالة هنا على مستوى رئيس مجلس الوزراء لا يمتلك صلاحية فرض الشروط فيما يرتبط بمن يكون البديل سواء كان توافقيا خارج جطار الأحزاب السياسية لكن كان وصفك دقيقا مع أيضا وحسب ما جاء في التقرير بأن هناك خطوة إلى الخلف من قبل سيد عادل عبد المهدي وهذه الخطوة لم تكن من بناة أفكاره بقدر من داعميه على مستوى الداخل أو حتى على مستوى إيران قد يكون هي من دفعت إلى أن يتخذ هذه الخطوة إلى الخلف قضية الاستقالة وبكل الأحوال لا يوجد اتفاق إلى أحد هذه اللحظة يعني هو يدرك جيدا أن هناك آراء مختلفة وتحدث على مستوى القوى السياسية الداخلية آراء مختلفة هناك مناصرون لسياساته هناك معارضون لكن لماذا بالفعل يشترط بديل؟ لماذا أعوذي لإجابتك وبدايتها؟ لماذا يشترط أساسا بديلا؟ وهذا البديل سيأتي عبر انتخابات يعني ما المعنى من كل هذا التعقيد الذي يضعه عادل عبد المهدي؟ هو يدرك بأن الداعمين له سيعملون على خلط الأوراق ولن يمضوا باتجاه اختيار بديل هذا البديل لا بد أن يمر من خلال البرلمان والقوى السياسية الآن الداعمة فيما يبدو الفتح القريب من إيران وحتى بعض القوى السنية القريبة من إيران بالإضافة إلى التحالف الكردستاني على الرغم من هذه الخارطة إلا أنها فيما يبدو على مستوى يعني ليس العلن هنا تحدث لكن على مستوى القنوات السرية هي لا تمضي مع تغيير عادل عبد المهدي نتيجة الضغوط نتيجة المصالح طيب ولذلك هو حاول أن ينقل موضوع الاستقالة إلى البرلمان أكثر ما أنه يبدو بأنه هو السبب وهو نجح في هذا الموضوع بأن ينقل قضية البديل إلى الأحزاب السياسية وفيما يبدو أن هناك اتفاقات مبطنة بعدم المضي مع استقالته طيب الآن سيد عبد الله هناك تصريحات من وزير الخارجي الأمريكي مايك بنبيو هناك تصريحات لصحيفة النيويورك تايمز اتهمت إيران بالوقوف مباشرة خلف ما يعانيه العراق وأنها هدف أول لهذه التظاهرات والاحتجاجات ليس فقط في العراق وإنما أيضا في لبنان وكذلك قالت الفورين بوليسي بالتالي كل هذه المعطيات هل معنى هذا أنه مورس ضغطا على عادل عبد المهدي من قبل إيران حتى لا يستقيل وتبقى ورقة إيران إلى أمد على أمل تصحيح الأوضاع بالنسبة لإيران ولا تخسر كل أوراقها هناك الواضح أنه في ضغوط إيرانية على عادل مهدي بعدم الاستقالة الواضح أن في ضغوط إيرانية بعدم إسقاط الحكومة الحالية لأن الفوضى التي ستعقب إسقاط بدون بديل مثل ما قال عادل عبد المهدي ستصنع خسرات عديدة بما فيها للشعب العراقي أيضا لإيران يعني خاسرة في كل السيناريوهات المقبلة في كل السيناريوهات سواء أسقط عادل عبد المهدي وجيئ ببديل سواء أسقط عادل عبد المهدي ودخل العراق في فراغ سياسي وأمني سواء عمل حكومة منفى وجيئ بها من الخارج سواء تدخلت أمريكا بشكل أو بآخر وأنا أعتقد الحقيقة أن لدى أمريكا أكبر من مجرد تصريح يعني لبنفيو أو لما يقول تعتقد أن لها دورا هناك؟ لا أنا أعتقد أنها قادرة بما أنه كان هناك تصريحات من السفارة الأمريكية أنا أعتقد أنها قادرة على الأرض على أن يكون لها تغيير بشكل أو بآخر في العراق يعني ما نراها منذ أسابيع في الشارع العراقي كان موجهة بشكل مباشر إلى إيران بالرغم من الوجود الأمريكي في العراق يعني الأمريكيين موجودون في العراق موجودة جيوش وبرغم أن بعض هؤلاء الساسة جاء بهم الأمريكيون بالضبط لكن الواضح من الشرارة الأولى أن الشعب العراقي خرج مدافعا عن حقوقه المعيشية أولا التي تسبب فيها السيطرة الإيرانية على مفاصل الحكومة في العراق فبالتالي لم يكن هناك واضحا لنا على الأقل من خلال متابعتنا خلال الأيام الماضية تبرما من وجود أمريكي فبالتالي أنا أعتقد أن الأمريكيين قادرين على أن يصنعوا واقع معين في العراق فبالتالي أنا أعتقد أن لديهم أكبر من مجرد الكلام أو مجرد التصريحات هذا أولا ثانيا سؤالك التي تفضلت فيه للأخ من العراق أنا أعتقد أنه بالفعل المسألة فيها انسداد سياسي حتى لو أسقط عبد العبد المهدي حتى لو قدم استقالته حتى لو كان هناك فراغ ولم تنجح حكومة تصريف الأعمال في إنجاز المشروعات ماذا فعلت هذه الحكومة أساسا؟ بالضبط وإذا لم يكن هناك مشروعا للشارع بين قوسين مشروعا سياسيا للشارع أعتقد أن المظاهرات لن تذهب بعيدا يعني كل الأحزاب السياسية بالنسبة للشارع أحزاب فاسدة فعندما يسقط البرلمان أو يحل البرلمان ويعاد انتخاب برلمان جديد سيعاد انتاج المجموعة نفسها من جديد فبالتالي يعني الانسداد موجود إلا إذا فكروا العراقيين في الشارع بحلول من خارج الصندوق طيب دكتور حسن ما هي الحلول هذه خارج الصندوق هل لدى للشارع فعلا مشروع سياسي كما قال أطلب الضيف هنا ما هو البديل؟ يعني الشارع المنتفذ وضع خارطة طريقة أولا تبتد بحكومة عادل عبد المهدي من ناحية تقديم الاستقالة ومن ثم البدء بخطوات منها حتى وإن كانت حكومة تصريف أعمال هناك دستور يضع آليات وأيضا يضع صلاحيات لهذه الحكومة يعني هو يمضي باتجاه وضع قوانين أو حتى إذا ما كان هناك اختيار بديل سريع وهذا يعني يبدو أن هناك بعض الدوائر تعمل على هذا الموضوع منذ أيام مضت خصوصا وأن الشارع بات متمسك في قضية استقالة عبد المهدي كجزء من القبول بمطالبهم كخطوة أولى هذه الحكومة الجديدة وضعت لها خارطة طريقة أولا تتمثل بتعديل الدستور العراقي حتى وإن كان على المدى الستراتيجي لكن هناك خطوات أخرى منها ما يرتبط بصياغة قانون انتخابي جديد منها ما يرتبط باختيار مفوضية مستقلة بعيدة عن الأحزاب وضع رؤية اقتصادية لكن يبدو دكتور إحسان أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود ويجب أن تكون هناك قوة دفع لتحريك هذه الأمور هناك إعلان من وزير الخارجية الأمريكي ومساندة للاحتجاجات ليس فقط في العراق بل في لبنان وهناك تصريحات بأن هذه أمريكية سواء من السفارة الأمريكية أو من وسائل الإعلامة الأمريكية بأن إيران هي المستهدفة الأول من كل هذا الحراك بالتالي كيف يمكن أن يلقي هذا الأمر بظلالة على احتجاجات العراق برأيك ودعمها أنا أتصور من كلام سواء بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أو حتى ما صدر من السفارة هو متماهي بشكل كبير جدا وأعطى مؤشرا هنا على مستوى الحكومة بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تمضي مع هذه الحكومة التي استهدفت المتظاهرين نتحدث عن 300 قتيل و13 ألف جريح بالإضافة إلى تقويض حرية الرأي وملاحقة الناشطين والإعلامين هذا لم تكن تتوقعه الولايات المتحدة الأمريكية لذلك بيان السفارة ركز على أنها تدعم عراقا بعيدا عن الأطراف أو ما يمكن أن نسميه الجهات المتطرفة الفصائل المتطرفة في حماية الشعب العراقي إذن لم يذكر الحكومة العراقية وهذا تحول كبير يؤشر سيد الكريم بأن هناك إذا ما استمر الوضع واستحكام إيران على المعادلة السياسية الحالية واستمرت الانتهاكات هذا يؤشر بأن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تحول ملف الانتهاكات أو طبيعة التعاطي مع هذه الاحتجاجات إلى مجلس الأمن الدولي إذن ليس التناقض الأول ربما في التصريحات السياسية العراقية تعامل الرئاسة العراقية مع هذه الاحتجاجات في البلاد الإدلاء بتصريح والفعل بعكسه لاحقا نتابع أبرز هذه التصريحات أخير ثم نعود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قادر على الدفاع عن شعبه ضد المجميع العنيفة المتطرفة وردع أولئك الذين يقوضون سيادته وديمقراطيته يعني ماذا يمكن أن نستخلص ونفهم من خلال هذه الأسطر يعني من الواضح أن البيان يقصد الجماعات المسلحة التي أدخلت أو لم تدخل أضفيت عليها الشرعية أم لم تدخل عليها الشرعية إلى جانب الجيش العراقي مثل الحشد الشعبي مثل العصاب الحق مثل أبو الفضل العباس مثل كل الجماعات الإرهابية التي أعطيت بشكل أو بآخر مستقبلا في حكم العراق سياسيا وعسكريا مثل ما هو الحال في حزب الله حزب الله عندما بدأ في لبنان كان حركة اعتجاجية حتى تمكن من حكم لبنان بالوكالة عن طريق سلاحه بدعوة مقاومة فالآن ما يحصل في العراق هو حزبلت هذه الأحزاب بشكل أو بآخر بحيث تكون في المستقبل شكلا من أشكال حزب الله فأنا أعتقد أن البيان الأمريكي الصادر عن السفارة يحكي هذه القصة باختصار لكن أعيد مرة أخرى وأقول أن أمريكا لها وجود في العراق وتتحكم في مفاصل عديدة في العراق في الوقت العالي لكن هذا لا يلغي أن أيضا إيران لها وجود وربما أكبر من الوجود الأمريكي أو تأثير أكبر من التأثير الأمريكي بلبط لكن أنا أعتقد أن التأثير الأمريكي هذه الأيام تحديدا قد يكون أعظم من تأثير إيران الشارع العراقي انتفض عن الإيرانيين لكنه لم يذكر بشكل أو بآخر بشكل واضح رفضا للوجود الأمريكي فبالتالي هذا يعطي مبررا معيلا للتدخل الأمريكي لتنظيف العراق من الوجود الإيراني الآن أرحب بانضمام الأكاديمي والباحث المتخصص في الشان الإيراني الدكتور حسن هاشميان من واشنطن الدكتور هاشميان ما تعليقك على ما ذكره الضيفان بأن هناك وجود أمريكي وهناك وجود إيراني ولكن في المحصلة لدينا حراك شعبي ضد إيران يعني هل هذا الأمر موجه ضد الإيرانيين عن عمد أم أنه كان شيئا إضافيا للاحتجاج الشعبي بحكم أنهم يديرون بعض مفاصل الدولة برأيك نعم تحية لكم وإلى الضيوف الكرام ومشاهدين البرنامج تعرفون أن الولايات المتحدة لم تأتي إلى العراق حتى تقدم هذا البلد العريق على طبقا من الذهب إلى النظام الإيراني هذا لم يكن إطلاقا هدفا في التوجهات الأمريكية ولكن الآن مع الأسف أصبح العراق استنساخا لدويلة الفغيه وجماعات الولي الفغيه لذلك الآن مل أخرى السفارة الأمريكية وأيضا الوزارة الخارجية الأمريكية تكرر هذا الموضوع بأن لا يوجد هناك نوايا للولايات المتحدة لا سابغا ولا الآن أن تترك هذه الساحة المهمة من العالم العربي وفي منطقة الشرق الأوسط إلى النظام الإيراني لكن كيف نفهم دكتور حسن كيف نفهم أن هذا الحراك رفض وقال إيران بر بر في حين أنه أيضا هناك تواجد أمريكي ولم يعترض عليه أحد من العراقيين حتى الآن يعني طالما أنه هناك وجود إيراني وأمريكي كان من المعقول مثلا أو من المتوقع أن يكون إيران وأمريكا بر بر الولايات المتحدة ليس لديها ميليشيات في العراق الولايات المتحدة لا تضغط على الحركة السياسية والعملية السياسية مثل ما أن تضغط إيران إيران خلقت عملاء وأحزاب مسلحة في هذا البلد الولايات المتحدة ليس لديها أحزاب مسلحة في العراق الولايات المتحدة تتعامل مع الدولة العراقية مع الجيش العراقي مع الحكومة العراقية في مجاري معروفة جدا وفقا إلى الأمم المتحدة ولكن أكثر من 90% من عمليات إيران في العراق هي عمليات خفية عمليات من خلال مجاميع إرهابية أما كانت هذه العمليات اقتصادية وأما كانت عسكرية أو مليشياوية هناك مجموعات من غسيل الأممال مجموعات إرهابية تهدد المواطن العراقي في كل مكان لذلك الولايات المتحدة من خلال التجربة للشعب العراقي الولايات المتحدة في الفترة الماضية لم تكن أساسا في وجه تطلعات الشعب العراقي طيب دكتور إحسان سعود لك إذا كان هناك تعليق لك في هذه النقطة دكتور إحسان إذا كانت حكومة العراق تبدي غضبها من أي تدخل خارجي في شؤونها هذا منطقي ومفهوم حتى لو كانت تصريحات أمريكية مجرد لكن لماذا لم تبدي غضبها من الزيرات المتكررة لقاسم سليماني والتقائه لتنفيذ جندات لقمع هذه الاحتجاجات مثلا تصريحات خامنئي التي تصف هذه الاحتجاجات بأنها تابعة للولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى لماذا لا يشمل هذا الغضب إيران أم أنها دولة غير أجنبية بالنسبة للعراق هذا السؤال طرح على مستوى النخبة بأن طبيعة التصريحات التي صدرت من قبل المسؤولين الإيرانيين طبيعة الزيارات الرؤى التي تفرض على العراق المواقف التي صدرت والتي تماهت مع الرؤية الإيرانية جعل النخبة تتساءل لماذا لا يكون هناك رد يتناسب مع السيادة العراقية ولذلك الجميع هنا متفق وفق هذه المؤشرات بأن السيادة محاصرة في العراق هذا ولد الأمر الآخر وهو نقطة أساسية المعادلة السياسية الحالية سيدي هي أقرب إلى إيران ولذلك تعتقد هذه المعادلة السياسية أن هناك دعم إيراني أو ما يمكن أن نسميه فضل سياسي إيراني يعني تدفع الآن هذه المعادلة السياسية ثمن الدعم الإيراني فيما يرتبط بالانتخابات فيما يرتبط بترتيب الأوراق الداخلية التي أهلت هذه المعادلة السياسية ولذلك هي لا تتحدث حينما تصدر تصريحات فيما يرتبط بأن وصف بأن المتظاهرين هم عبارة عن مشاغبين حينما يتحدث المرشد بأن هذه الحركة هي استهداف لسيادة العراق لا تتحدث هذه المعادلة السياسية ولذلك هناك ولدت قناعة لدى أغلب النخبة بأن هذه المعادلة سياسية لن ترد على مثل هكذا تصريحات تنتهك السيادة ومن ثم أصبحت منخفضة أمام هكذا تصريحات كيف ترى توصيف مثلاً نيويورك تايمز عندما قالت التظاهرات العراقية الضخمة التي خرجت ضد الاحتلال الإيراني البغيض هل وصل الأمر إلى هذا الوصف باعتقادك هناك استحكام هذه المعادلة السياسية مكنت الأطراف السياسية وثيقة الصلة مع إيران مكنتهم من مفاصل القرار في كل مستويات الإدارة ومؤسسات الدولة ومن ثم أصبحت الرؤية أو حتى القرار الخارجي هو من يتحكم الاحتلال مثل ما تعلم أخي العزيز لم يعد مفهوماً تقليدياً أن تكون هناك جيوش أو أن يكون هناك استحكام المفهوم الاحتلال الآن باته يتطور بشكل كبير جداً وعملية النفاذ إلى مصادر القرار في كل الأحوال هو الاحتلال بعينه لذلك جزء من محفزات هذه الحركة أو هذه الانتفاضة هو بالضد من هذا الاستحكام ومحاولة استعادة سيادة العراق والقرار الوطني العراقي طيب كان لك تعليق على ما قاله الدكتور حسن هاشم ياد صحيح نتحدث عن نوعية تماث أمريكا وإيران مع العراقي مع الشعب العراقي مع الشعب العراقي الأمريكيين تقريباً منذ سنوات وهم بعيداً عن الشعب العراقي ليس لهم تماث مباشر مع الشعب العراقي بينما الإيراني يحاصر رجل الشعب العراقي هذا يقضني لسؤالك كيف استغل الإيرانيون النظام السياسي الذي تشكل بعد الاحتلال الأمريكي في العام 2003 تحديداً بدأ التشكل قام على أساس ديني وعرقي أو طائفي كيف استغله الإيرانيون لتثبيت أو للتحكم في مفاصل الدولة كما قال دكتور إحسان وأيضاً الحرب على داعش لأنه قام على نظام طائفي ببساطة يعني الإيرانيين أصبحوا موجودين في العراق بأن النظام طائفي بعد 2003 لم تتشكل حكومة علمانية كما يريد العراقيون تنظر إلى المواطن العراقي في كردستان أو في البصرة أو في بغداد أو في الأنبار بنفس النظرة المواطنية إنما نشأ نظام طائفي مرتبطاً بمرجعية معينة تتحرك من خالج البلاد فبالتالي أصبح الدخول إلى العراق سهلاً وبسيطاً عندما تريد أن تحتل دولة فما عليك إلا أن تخدرها دينياً ثم تتدخل بشكل أو بآخر هذا ما حصل مع العراقيين أمريكا للأسف الشديد ربما كان حديث الدكتور هاشميان عن أن أمريكا لم تكن تريد أن تسلم العراق على طبق من ذهب لإيران لكن ما حصل يعني الخطوات التي تلت إسقاط صدام حسين وما فعله بريمر وما فعله بريمر كذلك من تفكيك الجيش العراقي يعني بشكل كبير كان لها دور رئيسي في تفريغ العراق وبالتالي الإتاء بهذه الحكومة الطائفية التي جاء من بعدها موجهها بشكل أو بآخر إذن يضغط المحتجون العراقيون على السلطة من أجل تنفيذ مطالبهم أغلق طرقات التجه للجسور الحيوية فيما يسمى أو سمي بمعركة الجسور نرصد أبرز مواقعها وملامحها ترجمة نانسي قنقر دكتور هاشميان هذه المواقف الأمريكية المتلاحقة والمتواترة وحديث عن دعم حتى لهذه الاحتجاجات هل يبدو لك وكأنه رسالة لإيران التي اتهمت هذه الاحتجاجات بأن وراءها أمريكا وكأن أمريكا ترد وتقول لم نتحرك بعد بإمكاننا فعل المزيد لو رغبنا يعني لا يمكن أن نقول أن هذا الحراك الشعبي الواسع في العراق هو يأتي بأوامر أمريكية أو يأتي بتحريك أمريكي لا 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 أنا لم أقصد هذا أنا لم أقصد هذا ولكن بإمكان الولايات المتحدة أن تدعم هذا الحراك لو أرادت نعم الولايات المتحدة أحسن طريقة لدعم هذا الحراك الواسع أن تركز على مبادئ الديمقراطية ومطالب الشعب العراقي ولم تأتي بمثلا هناك اتهامات جاهزة من قبل إيران وتعرفون أن النظام الإيراني جرب نفس الحالة في قمع الشعب الإيراني قال بأنها إذا تذكرون هناك كانت مظاهرات قوية في إيران قالوا أن هذه المظاهرات فتنة ومدعومة من إسرائيل ومن الولايات المتحدة وما شابه ذلك الآن يستنسخون نفس الغضية في العراق ويريدون أن يقولون هذا الحراك يأتي من خارج العراق ومدعوم من الولايات المتحدة ومن إسرائيل وبلدان أخرى أنا أعتقد أن أحسن طريقة لدعم هذا الحراك من قبل الولايات المتحدة عدم تدخلها بصورة مباشرة عدم أصفى التهمة الإيرانية عليها وأنا أعتقد الشعب العراقي هو كفيل بمجابة النظام الإيراني ومقاومة النظام الإيراني وخلق نظام جديد يخدم الشعب العراقي يخدم كل الأطياف السياسية طيب دعني أتوجه للدكتور إحسان الشمري إن سمحت للدكتور هاشميان يعني أعود إلى تصريحات عدل عبد المهدي قبل أن ننهي النقاش في هذا الملف هو شدد على ضرورة الذهاب إلى تحقيق المطالب المشروعة وصفها بالمشروعة للمحتجين سياسيا واقتصاديا وخدميا لكن السؤال كيف يمكن لهؤلاء المحتجين تحقيق هذه المطالب والوصول لها والحكومة معطلة لكل شيء هل من طريقة؟ نعم أنا أمضي معك بأن الشارع فقد الثقة بهذه التصريحات يعني سرعان ما يكون هناك ارتدادات يعني على مستوى الحركة الاحتجاجية التي تتزايد ما بعد كل خطابات هم لا يثقون باللجان التي شكلت الحزم يعني على الرغم من بساطتها التي لا يمكن أن تعالج الأزمة الوصفات التي تنطلق بها هذه الرئاسات لعلاج الأوضاع الحالية هم يعتقدون هنا المنتفذون يعتقدون بأن الخطوة الأولى نحو الإصلاح هي باختيار بديل لعبد المهدي وحكومة تكنقراط تضع خارطة طريق يمكن طيب حتى يتحقق ذلك دكتور إحسان حتى يتحقق ذلك تابعنا تصريحات ومؤتمر صحفي من قوات القوات المسلحة قالت لم يكن لدينا أوامر أساساً لتعامل مع المحتجين بقسوة ولكن هددوا في ما رأاه البعض يعني تمهيداً لاستخدام القوة ضد المحتجين خاصة على الجسور بالتالي من هو الذي قتل كل هذه الأرقام أو هؤلاء الأشخاص العراقيين برأيك إذا لم يكن لا الأمن ولا القوات المسلحة هذا سؤال جيد ولم تقدم اللجنة التي شكلها القادة العام للقوات المسلحة أي دليل أو حتى أي من الأسماء واعتبروا أن من قام بقتل العراقيين هم عبارة عن أشباح وهذا يؤشر خللاً أو تغاضي خللاً استخباراتياً أو تغاضي عن طرف أنا أؤمن بوجود طرف ثالث ممسك بالمعادلة السياسية يعتقد بأن إسقاط هذه المعادلة بكل الأحوال سينهي نفوذه في الداخل العراقي ولذلك انطلق بعمليات تصفية محاولة منه لتقويض هذه الحركة الاحتجاجية تريد أن تعلق باختصار؟ أنا أكون أكثر صراحة من الدكتور إحسان أنهم نفسهم الذين يتحدث عنهم البيانة الأمريكية الجماعات المتطرفة العنيفة هي الميليشيات التي خارج الجيش العراقي هي الحشد الشعبي وتتمع لبن أصاب الحق وهي كل هذه التابعة لإيران هذه واحدة المثأة الأخرى باختصار كل المناخ السياسي في العراق مسموم وفاسد يعني ليس هناك أحزاب قد يتفق عليها الشعر الشعر العراقي كل الأحزاب اللاعبة الآن في العراق فاسدة وفق الشعر العراقي الآن فبالتالي لن يكون هناك بديل من خارج ويبدو أنه ليس العراق واحد فبالتالي أعتقد أن الحل بالنسبة للعراقيين هو اختيار رجل يتفق عليه الشارع ويروجه من خلال الأمم المتحدة أو يدعم دوليا بحيث يكون هو يعني رجل للمرحلة الانتقالية العراقية لمناخ سياسي نظيف يبقى معي سيد عبدالله وأيضا دكتور هاشميان وأشكر الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور إحسان الشمري من بغداد شكرا جزيلا لك نتحول المشاهدين بعد قليل لنتابع فيهنا الرياض من لفنا التالي هنا مركية جديدة على شخصيات مقربة من خامن إيران تواصل مسلسل الاتزاز النووي برفع مستوى التخصيب بمنشأة فوردو النووية أعلنت إيران استيناب فانشطة التخصيب في منشأة فوردو والتي تم تعليق العمل فيها بموجب الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة والدول الخمس الكبرى عام 2015 وفيما اتهمت واشنطن إيران بممارسة الابتزاز النووي وتعهدت بتشديد الضغوط عليها لأقصى حد إلا أن الخطوة الإيرانية هي الرابعة في سلسلة تقفيض الاتزاماتها بالاتفاق النووي فهل جاءت ردا على فرض العقوبات الأمريكية على مقربين من خامن إي ما هو تأثيرها المحتمل على الموقف الأوروبي الداعم لطهران وهل سيستمر العالم في المراقبة بصمت حتى تنهي إيران عملها النووي؟ موسيقى فورد الرابعة لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي وفي تحدي صارخ للمجتمع الدولي بدأت إيران ضخ غازي اليورانيوم في أكثر من ألف جهاز طرد مركزي بمنشأة فورد النووية وفي انتهاك هو الأخطر حيث يحضر الاتفاق النووي تفعيل هذه المنشأة التي أكد روحاني أنها ستعود إلى كامل نشاطها قريبا انتهاك أكدت المفوضية الأوروبية وألمانيا وفرنسا أنه يعرض الاتفاق للخطر وأشار ماكرون إلى أن إيران تنوي بذلك الانسحاب منه قرارات إيران خطيرة وأعتقد أن إيران وللمرة الأولى تقرر بشكل واضح وفج لانسحاب من الاتفاق النووي ما يشكل تحولا جذريا تطور يأتي غدا انتهاء المهلة التي حددتها إيران لأوروبا لإنقاذها من خناق العقوبات الأمريكية التي وضعتها على حافة الانهيار الاقتصادي ومنذ مايو الماضي تخلت إيران عن سقف مخزونها من اليورانيوم وزادت نسب التخصيب متجاوزة الحد المسموح به وقامت بتشغيل أجهزة طرد مركزي متقدمة ابتزاز لأوروبا وتوجيه صفعات واحدة تلو الأخرى لوساطة ماكرون الذي لم يسلم الانتقادات خامنئي ناعتا إياه بالسذاجة لتثبت إيران أن العدوانية والاستفزازات لن تستثن الشركاء وانتظارا لتقرير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي تعرضت واحدة منهم للاحتجاز لفترة وجيزة في إيران أكدت الخارجية الأمريكية مواصلة واشنطن فرض أقصى ضغط ممكن على إيران ضغط أحكم أكثر على عنق خامنئي إذ فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على تسعة أشخاص من المقربين منه وأدرجت هيئة الأركان العامة الإيرانية على قائمته السوداء صرامة أمريكية وابتزاز إيراني ومأزق أوروبي ولا يفهم متى يتبلور موقف موحد من المجتمع الدولي إذا أعبث إيران التي أجادت اللعب على هذه التناقضات للنقاش وواصل مع ضيفي هنا في الستوديو السيد عبدالله العتيبي من واشنطن الأكاديمي والباحث المتخصص في الشان الإيراني دكتور حسن هاشميان من باريس ينضم إلينا أستاذ العلاقات الدولية دكتور خطار أبو دياب معه أبدأ دكتور خطار للمرة الرابعة أو هذه المرحلة والخطوة الرابعة لإيران في عملية تخفيف التزاماتها بالاتفاق النووي وهذا المسلسل مستمر وهناك قناعة أوروبية مستمرة بأنه السبيل الوحيد لتغيير الوضع هو تخفيف العقوبات على طهران هل يمكن أن يتغير هذا الرأي الأوروبي برأيك؟ أحييكم أحيي فريق العمل والمحاورين الكرام وكل من يتابعنا الآن إيران تتحدى ما قاله ماكرو أن عملها خطير جدا لأنه هذه المرة يصل به الأمر للعمل في منشأة كانت دوما محطة الأنظار منشأة فردو وهذه المنشأة تقع في جبل محصن بالقرب من مدينة كوم وكانت تحت أنظار الأجهزة الغربية منذ العام 2008 وكان هناك نص بعدم استخدامها الآن هي لا تستخدم فحسب بل أيضا يتم الاستعانة بأجهزة طرد مركزي أي أن إيران مع هذه الخطوة تسرع الخطة للانسحاب من الاتفاق النووي هذا الاتفاق هو في موت سريري منذ استحابة ترامب منه الآن يتلقى ضربة قاسمة أجانب أوروبي الذي عاند في الوساطات وفي المحاولات يستنتج الآن أن اللطائلة تحت ذلك ربما دعوة ماكرون لاستخداص النتائج كلام بريطانيا عن تهديد الأمن القومي كلام ألمانيا عن ضرورة العودة السريعة كل ذلك يمكن أن يدفع بالأوروبيين للأكتراب أكثر من الولايات المحاولة بالحديث عن ماكرون عندما يقول خلال الأسبوع المقبلة سنمارس ضغوطات على إيران لكي تعود لالتزاماتها هذا جيد كما سنعمل على تخفيف العقوبات عليها لكي نقيم توازنا وكأن مكافأة إيران ترفع سقف اختراقها وتخفيف التزاماتها ثم يكافئها الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية حتى تعود إلى المستوى الذي قبله بالطبع هذا اسلوب لا أدري إذا كان سينجح أوروبا موجودة ما بين مترقة استراتيجية أقصى العقوبات الأمريكية التي ليس لها خطة باء وهي موجودة بينما مع السندان الإيراني حيث أن إيران تريد انتظار الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة لتفاوض من دون الاهتمام بأوروبا لأن كل هذا الاتفاق تنائف الأساس أمريكي إيراني مغلف بطابع دولي ومن هنا ماكرون مستمر في عنادي في المحاولة الحصول على شيء ما وحتى الآن لم يحصل لا على أي شيء لا من ترامب ولا من قبل الإيرانيين طيب دكتور هاشميان في أي إطار أتت هذه الخطوة الرابعة من تخفيف إيران التزاماتها في الاتفاق النووي هل على خلفية فرض عقوبات على مقربين من خامنه أم ماذا أعتقد محطة فوردو لها ميزات خاصة ومهمة ولافتة الأول أنا أعتقد أن هذه المحطة هي المحطة التي تم إخفاها من قبل النظام الإيراني ثم تم كشفها من قبل المخابرات الأمريكية والفرنسية في عام 2009 النقطة الثانية هذه المحطة موجودة في وسط بحيرة الملح بين طهران وقوم وهذا المحيط هو مواليا إلى صنع الغنبلة النووية لأن هذه المحطة موجودة تحت 90 متر تحت الأرض لذلك كل مواصفات هذه المحطة تقول لصناعة الغنبلة النووية النقطة الثالثة واللافتة أن موضوع هذه المحطة كان أول خطوة اتفق عليها من قبل إيران ومجموعة خمسة زايد واحد في مدينة لوزان قبل إبرام الاتفاقية النووية يعني إيران قبلت في أول خطوة للتخلي عن فوردو وهو كان بالغ الحساسية لأن الولايات المتحدة في تلك الآونة كانت تسعى إلى ضرب هذه المحطة بقنابل خارغة تدخل تحت الأرض لذلك هناك كان تهديد واضح من الولايات المتحدة الآن إيران يعني قراءتها لهذه المحطة أطلاقا لم تتفق مع الاتفاقية النووية هي تقول لدينا الحق بأن هناك نحتفظ بألف واربعين أجهزة الطرد المركزي في هذه المحطة الاتفاقية النووية إطلاقا لم تسمح لإيران طيب بأن تحتفظ بهذا الكمية وأيضا لا تسمح لإيران بالاحتفاظ بفوردو وهناك كان من المغلر أن يتم تبديلها إلى مركز علمي يعني هذه كل طيب واضح الصورة الآن يعني مع الأهمية التي ذكرها الدكتور هاشميال لهذه المحطة بفوردو وموقفة منذ العام 2015 عادة لابتزاز السياسي أو النووي كما قالت واشنطن ماذا بعد أمام ثلاث خيارات تأتي بعد ماذا بعد الأول أن تتمكن إيران من تصنيع السلاح النووي والعالم يراقب بصمت والعالم يراقب بصمت يعني خلال الفترة قليلة المقبلة أو أن تتمكن العقوبات الأمريكية القاسية من التأثير على الداخل الإيراني بشكل أو بآخر أو أن نذهب إلى انتخابات أمريكية لا ندري ماذا يأتي بعدها الواقع أن الاتفاق أجادت إيران بصراحة في اختيار التوقيت باعتبار أن التصريح الأمريكي قال سنستمر في تشديد العقوبات هذا هو الخيار الأمريكي أمريكا منشغلة الآن بالتحضير وإجراءات للانتخابات 2020 فبالتالي ليس واردا أبدا كما يقول المراقبون أن تدخل في أي اشتباك هي منشغلة الآن ومنشغلة بعد أشهر ومنشغلة حتى قبل أشهر عندما أسقط الطائرة الأمريكية من كان يجرؤ خلال العقود الماضية على أسقاط طائرة أمريكية ثم يعني تقابل هذه العملية لكن تذكر لما يكن فيها ركاب كما قال مثل ما قال أنا أشكر الإيرانيين لأنهم لم يتعرضوا للطائرة الأخرى التي كان بها 35 أو 36 راكبا أمريكيا أنا أعتقد أن الاتفاق النووي طرفيها أسقطا الأمريكيين والإيرانيين الذين يعني لهم علاقة مباشرة بالاتفاق النووي فلماذا تستمر أوروبا فرنسا تحديدا في الاستماتة للدفاع عن هذا الاتفاق أوروبا لا تريد أن تصدق تصدق بسقوط الاتفاق النووي أوروبا تتعامى عن هذا السقوط لسببين أولا لحاجة اقتصادية المسألة الأخرى أنها لا تريد أن تكون مع ترامب في نفس السياق يعني اختلف مثل ما نعرف أنه اختلف توجه أمريكا عن توجه أوروبا خلال السلتين وثلاث سنوات الماضية منذ مجيء ترامب إلى الحكم في أمريكا فبالتالي هي لا تريد أن توافق ترامب على كل ما يقول أيضا لها مصالح اقتصادية فهي تتعامى فقط عن هذا السقوط لكنه الواضح أنه سقط واخترق أكثر من أربع مرات أيضا غدا هناك أيضا بيانة أعتقد بالنسبة للإيرانيين حول الاتفاق النووي أو حول اختراق جديد للاتفاق النووي أنا أعتقد أن المسألة أسقطت وأنا أعتقد أننا أمام الآن انتظار إما أن تسفل العقوبات الاقتصادية الأمريكية بأمر ما داخل إيران أو حصول الإيرانيين على السلاح النووي دكتور خطار هناك رفع لمستوى التخصيب إلى 5% الإيرانيين قالوا بأن نستطيع حسب التقنيات الآن رفع إلى 20% فبالتالي هل سيكتفي العالم بالصمت والمراقبة حتى تنجز إيران مشروعها النووي أم أن العقوبات وإيصالها إلى الحد الأقصى كما أعلنت أمريكا بالأمس سيكون حلا برأيك أعتقد نحن نلامس مرحلة الخطر من يخصب على نسبة 5% ونسبة 20% ومن يخزن اليورانيوم مخصب بنسبة 20% أعتقد أنه إذا أخذ القرار السياسي بإمكانه الوصول إلى نسبة تخصيب فوق 90% وينتج كومبلانوية ولو بدائية ويمكن لذلك أن يستغرق أقل من 6 أشهر بالطبع إيران تقول أنها عندها فتاوى لكن من يصدق ذلك السياسة لا تأخذ بالنيات ولا بالكلام المعصول بل بالأفعال وحتى الآن أفعال إيران تدل على أنها تريد أن تبتز العالم وخاصة جوارها بهذا السلاح النووي العالم أمام امتحان عسير الولايات المتحدة يمكن أن تدفع أكثر نحو أكثر عقوبات لكن في حال بقاء تواطئ الدول الأخرى مثلا روسيا والصين تحرضان إيران وكأن الأمر لا يهما هما وكأن هذه المسألة لا تعني السلام العالمي ولا أمن الطاقة في العالم ولا الأمن الاستراتيجي أوروبا حتى الآن موقفها فيه ميوعا وليس فيه حسم كل هذا وكأنه يشجع إيران على المضي بعيدا وعلى تحدي الجميع هل تتوقع دكتور حطار أن يتغير الموقف الأوروبي بعد لنقل الانتخابات الأمريكية في حال جاء رئيس آخر غير ترامب باتبار أنه هناك ربما عدم توافق مع ماكرون بين ماكرون وترامب وبعض الأوروبيين أيضا نحن تقريبا على مسافة السنة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية الوضع لا يتحمل المماطلة خلال سنة على جانب أوروبي خلال الشهرين القادمين إذا اتضح له أن إيران تلعب لعبة التصعيد أن يتخذ التصرف المطلوب ويتحمل مسؤولياته لأن الصواريخ البلسطية أساسا تصل لأوروبا وإذا صنعت إيران سلاح نوويا سيتزأل توازن المنكشفة استراتيجيا هي الآن أمام تحدي جديد من أجل أن يكون لها كلمتها في العلاقات الدولية دكتور هاشميان هل تعتقد أن التعويل لازال مستمرا متاحا على العقوبات الأمريكية وحتى لو زادت ووصلت إلى أقصى حد كما يقول التصريح الأمريكي هذا من جانب الولايات المتحدة ونعتقد الولايات المتحدة ستستمر في عقوباتها وزيادة هذه العقوبات ولكن الوضع الحالي في الجبهتين هو يسير إلى التصاعد والآن مشكلة إيران ليس فقط مع الولايات المتحدة الآن مشكلة إيران مع الدول الأوروبية وأيضا مشكلة إيران مع الوكالة ليس هناك فقط موضوع فردو الآن موجود على الغامة هناك موضوعات الآن يوم قد الخميس اجتماع مجلس الحكام في الوكالة سيتحدثون وسيطالبون إيران بشفافية حول موضوع محطة ترغوزاباد في جنوب طهران هناك كشف يورانيوم مخصف في هذه المنطقة وكانوا يعتبرونها مخزون للعمليات النووية الإيرانية قبل يومين إيران منعت مفتشين من الدخول إلى بعض المحطات وتم اعتقال مفتش في داخل إيران هذه كل غضاياء مثيرة ولا أعتقد أن يمكن لسيد مكرون يحيي الاتفاقية من جديد أو مثلا يغض النظر على هذه الأعمال الارهابية والأعمال التصاعدية من قبل إيران شكرا جزيلا لك دكتور حسن هاشميان أستاذ العلاقات وعفوا دكتور حسن هاشميان الأكاديمي والمباحث المتخصص في الشاني الإيراني وأشكر أيضا أستاذ العلاقات الدولية بجامعة باريس دكتور خطر أبو دياب وشكر لضيفي هنا في الأستوديو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عبدالله العتيبي أشكر موصول لكم مشاهدين لطالما تخلت إيران عن تعهداتها النووية وجعلتها ورقة ابتزاز تلوح بها كل ما اختنقت نلتقي غدا فيها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر